للمزيد معنا من أبو سنبل مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم هل لك أن تضعنا في الصورة لديك؟ تحياتي لك من مدينة أبو سنبل طبعا اليوم السبت بداية أسبوع جديد بعد غلق المعبر في أجازاته الأسبوعية الاعتيادية بالأمس وبداية عودتي مرة أخرى للعمل اليوم وعودت المعدية النهرية برضو للعمل من جديد وهذا وإن كان يشير فهو يشير إلى تراجع نسبة الوافدين بشكل كبير نظرا يعني عبرت النسبة الأكبر منهم إلى مصر وبالتالي فالمعدية والمعبر يعمل بطاقته الطبيعية ولكن المعبر يفتح أبوابه أمام الوافدين مهما كانت الأعداد ونشدد مهما كانت الأعداد وبكامل الجاهزية حتى وقت بداية الأزمة ولكن العبور طبعا مرتبط بمن يريد أن يأتي إلينا فأهلا وسهلا وعلى الرحب والساعة لكن الدولة المصرية توفر كل الاحتياجات اللوجستية للمعابر وتمد المعابر بكافة الاحتياجات الغذائية والصحية والأطقم الطبية على أهبة الاستعداد دائما لأستقبال المزيد من الأشقاء الوافدين إلى مصر وطبعا برضو بالمتابعة اليومية مع مستشفى أبو سنبل الدولي هنا في مدينة أبو سنبل يتبين لنا أنهم ينسقون مع استحداثوا منظومة لإبلاغ الفوري عن الحالات المريضة والتي تحتاج إلى تدخل طبي سواء بسيط أو جراحي بحيث أن الحالة القادمة من المعابر إلى المستشفى يكون أو تكون المستشفى في الجاهزية والاستعداد للتعامل الفوري معها أشكرك جزيلا شكرا باسم أبو العنين من أمام ميناء أبو سنبل كنت معنا من هناك شكرا جزيلا لك